بعد التحركات الأسيوبية الأخيرة ورفضها المعلن للتدخل العربي في أزمة السد كنت أتمنى ناجي لحضراتكم النهاردة عشان أكلمكم عن التحركات المصرية اللي هنقوم بيها في المقابل عشان نواجه استفزازات الأسيوبيين لكن للأسف ما عنديش حاجة جديدة أكلمك عنها النهاردة غير التحركات المكسفة اللي بيتجرى اليومين دول في وزارة الري من أجل ترشيد استهلاك الميا عزيزي المشاهد اسمح لي أقولك أن مصر النهاردة رفعت حالة الاستنفار في وزارة الري لمتابعة مناسب الميا في المحافظات الخبر زي ما حضراتكم شايفين بيقول وزير الري المصري يستعرض إجراءات التعامل مع فترة الاحتياجات المائية القصوى واضح أن نحن داخلين على أيام جميلة في التفاصيل هتلاقي الخبر بيقول أن وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عباطي استعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية واللي بتتزامن مع بداية العام المائي القادم ويأتي ذلك بهدف تلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين وفق بيان الوزارة البيان قال أن اللجنة دايمة عقدت أو عقدت لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عباطي وزير الموارد المائية والري وبحضور القيادات التنفيذية في الوزارة إلخ إلخ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وآليات إدارة وتوزيع الميا بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعي عبد العاطي بدور وأكد أن لجنة إيراد النهر هي في حالة انعقاد دائم حاجة كده شبه المجلس العسكري لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وتحديد كميات المياة اللي بتوصل لبحرة السد العالي المتحدث بقى باسم وزارة الري أكد من جانبه استمرار المشروع القومي لتبطين الترع واللي بدأته الوزارة منذ سبتمبر الماضي وطلع قال إن وزارة الزراعة تهدف لتأهيل شبكة المجاري بالكامل لنقل كمية المياة المطلوبة عشان تصل إلى أرض المزارع والعمل على تأهيل الترع والمساقي على مستوى الجمهورية ده كان جانب من التصريحات إحنا كلنا متابعين المشروع القومي لتأهيل الترع للوزارة ابتدت فيه من حوالي شهر 9 اللي فات لغاية دلوقتي لكن إحنا رؤيتنا بتستهدف تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تأهيل الترع هو كان الخطوة الأولى اللي ابتدنا فيها ثم سننتقل إلى مرحلة المسأة المسأة دي هي الدرجة الأصغر من الترع اللي بتاخد الميا من الترع توصلها للأرض بتاعة المزارع فإحنا عايزين الشبكة المجاري المائية بالكامل تكون مؤهرة في ترتين الكمية المياة المطلوبة لحد ما توصل لأرض المزارع فبالتالي أنا بشتغل في الترع بعمل لها عملية تأهيل وحتى دلوقتي بالفعل أعمل تأهيل للمسائع على مستوى الجمهورية في حيث أضمن أن المياة توصل لأرض المزارع في الوقت المطلوبة والكمية المطلوبة وبدون أي مستوى كل الكلام ده يبدو وكأنه كلام حلو قوي بس لو بيأتي في إطار بالتوازي مع إجراءات أخرى في صعيد التفاوض أو توريني نفسك أنت عامل إيه على المصار الدبلوماسي أو الميداني أو الاستعداد لكن كون أن أنت عملت بطن الترع وتحط المسائي وترشد استهلاك الميا وإنت في المقابل ما بتعملش حاجة يبقى أنت بتدي رسائل سلبية على الأقل للخصم أو على الأقل للطرف الثاني لأم الأسيوبيين أن أنت ما بتعملش حاجة دي مش استعدادات دولة بتتحرك ومفروض أنها في خلال أيام هتبقى بتواجه مصير محتوم بالملء الثاني اللي مش هتعرف تتعامل معاه فيه إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة بالمناسبة من ضمن التحركات الداخلية في مصر عشان تحاول ترشد الميا تحسبا لما سيحدث مستقبلا بسبب أزمة السد والخبر نقلا عن وزير الرأي طالع بيعلن توقيع بروتوكول بين ثلاث وزارات وبين البنك المركزي عشان يتم تمويل الرأي الحديث أدي الخبر أهو بص يا سيدي وزير الرأي يعلن توقيع بروتوكول بين ثلاث وزارات والبنك المركزي لتمويل الرأي الحديث برضو أيوة ده الجهد المبزول على الأقل حتى الساعة في الناحية الثانية هتلاقي مصر بتنجح في زراعة المحصول الأول من نوعه لمواجهة أزمة الميا حلو لكن الضرر الواقع علينا رايح فين علم الفضاء المصري عصام حجي طلع وعلق على الملء الثاني للسد وقال أن كل السيناريوهات المستقبلية الخاصة بعملية ملء السد ستقود إلى عجز مائي حقيقي عجز مائي حقيقي سيؤثر على القطاع الزراعي وعلى القطاع الصناعي وعلى باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى ده كلام العلماء المتخصصين قل لي آه بس هم قالوا لنا إن إحنا ما ضيعناكوش قبل كده عشان نضيعكو تاني أقول لك لا الكلام اللي بيتقال دلوقتي كلام أهل العلم المتخصصين اللي ما ينفعش حضرتك ما تسمع لهمش واللي لو أنت مصمم ما تسمع لهمش يبقى البلد كلها هتدفع التمن أستاذ العلوم السياسية حسن نفعة علق على التحركات الدبلوماسية لحل الأزمة وطلع انتقد موقف جامعة الدول العربية اللي إثيوبيا زعلانا منه قال إن موقف جامعة الدول موقفها اقتصر على طلب عقد جلسة في مجلس الأمن علشان أزمة السد دي التغريدة بتاعت الدكتور حسن كتبها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بيقول قرار مجلس جامعة الدول العربية بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة لا يكفي فمن غير المعقول أن تواصل بعض الدول العربية تمويلها لبناء سد قد يؤدي إلى خراب مصر والسودان مطلوب وقف فوري لهذا التمويل ودعم أي إجراءات تقرر مصر والسودان اتخذها للدفاع عن مصالح بالمفتشر كده بيقولك يعني بتتحكوا على مين وجامعة الدول العربية إيه اللي بتعقد جلسة علشان تناقش الموضوع إذا كانت الدول العربية الخليجية زي السعودية والإمارات هي اللي رايحة بتشتري أراضي علشان يتم استثمرها وزراعتها من مية السد في أسيوبيا وكلنا فاكرين الراجل اسمه إيه بتاع دحلان اللي صوره في أسيوبيا بمتصور صوت وصورة وهو بيشرف على الأرض اللي هيشتريها الإخواننا في الإمارات بتحكوا على مين بقى تعال بقى شوف موضوع المفاوضات واللي مصر والسودان بيضغطوا فيه لحل الأزمة عضو لجنة المفاوضات المصري علاء الزواهري وضح في تصريحات تليفيزيونية عدم توقع مصر الوصول لاتفاق مع أسيوبيا رغم أن مصر عرضت على أسيوبيا ويا للعجب مساعدتها في أزمة الكهرباء اسمع كده لو إحنا قلنا لهم هنددلكم مثلا 2 مليار دولار في السنة الموضوع ده يتحل لا والله إذن إحنا مع التفاوض معهم إحنا قلنا لهم لو يعني حتى في حالة أنتم تخرجوا مياه ويحدث عندكم عجب في الكهرباء فنحن نستعدين لعمل شبكة الكهرباء ويتم التوصل إلى أن تكون هناك شبكة موحدة بنا وبينكم وأن يتم سداد هذا العجب من الشبكة يعني إحنا عرضنا عليهم حتى أمر في حالة أن أنتم بتقولوا الكهرباء هتقل لو أنتم خرجتم مياه زيادة لنا بشكل أنتم مش عايزينه فبنقول لهم ما فيش مانع يبقى فيه اتصال بنا وأن نعوضكم عنها لكن حكاية شراء المياه أو كده ده أمر طبعا مرفوض تماما يعني أنا بس السؤال اللي بدايما بيدهشني في ملف المفاوضات ده إحنا ليه حنينين كده إيه الحنية والقلب الحنين الطيب على الأسيوبين وإنت قاعدت تتفاوض ده أنتم لو عايزين كهرباء نولدها لكم ده إحنا نساعدكم ده إحنا نعمل يا راجل ده هو بني سد النهضة اللي هو بيبنيه ده زي ما قالك حتى الدكتور ما مضوح حمزة ما هوش سد كهرومائي يعني يا ريتو هينفد المية علشان التوربينات تولد كهرباء والمية تعدي لا ده سد تخزين يعني هيحجز المية يعني بيمنعك من لقمة عيشك ومن نقطة المية وإنت طلع تقول له ده أنا ساعدك في توليد الكهرباء كهرباء إيه؟ ده أنت ماضي على إعلان مبادئ في 2015 اعترفت له فيه بكل حاجة وبعدين كهرباء تقول له هم عايزينها ده أسيوبيا بيتساقط عليها أمطار واخد مية أكتر من 90 مليار تقدر تولد اللي هي عايزات هذا سد الصوني على الإضرار بالبصالح المصرية وأي حد يقول لك غير كده ما تصدقش في إطار التحركات الدبلوماسية والحصول على دعم دولي لحل الأزمة طلعت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي أطلعت المسؤولين في قطر وليبيا على أحدث التطورات بشأن ملف سد النهضة والأخبار طلعت تقول أن السودان يطلع قطر وليبيا على تطورات أزمة سد النهضة خلال لقائين منفصلين في الدوحة لوزيرة الخارجية السودانية مع رئيس الوزراء القطري ونظيرتها الليبية أبرز مستجدات هذا المشهد فيما يتعلق بقى بالتحرك القانوني والضغط الدولي ومدى جدواه في أنه يخرج مصر من أزمة سد النهضة قال مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ القانون الدولي عبدالله الأشعل أن التحرك المصري للأسف حتى الآن دون المستوى ده الكلام اللي قاله عبدالله الأشعل مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة واستبعاد الخيار العسكري معوقات دولية وقانونية أمام مصر في إطار من الوصول إلى المزيد من تضييق الخيارات على الحكومة المصرية بيقول أنه ردا على جدوى التحرك القانوني والضغط الدولي لإخراج مصر من أزمة السد بيأكد أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق عبدالله الأشعل أن التحرك القانوني وارد باستمرار لكنه يحتاج إرادة على مستوى القرار السياسي التي لا توجد حاليا لدى الإدارة المصرية ومنتقدا أداء النظام المصري في ملف السد أضاف الأشعل أن الأزمة ليست في الجانب الدولي بل في مصر وطريقة عرضها لموقفها القانوني على الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو الغرب خلاصة المشهد أنه ما فيش حد بيتحرك واللي بيتحرك حتى الآن بيبدي تحركات ضعيفة ومواقف مخزية يا ترى كل دي خطة استراتيجية وإحنا بقى في الآخر هندرب الضربة التمام وهنطلع نرفع العلم أتمنى لكن حتى الآن ما يحدث على الأرض لا يشي أبداً بحدوث تقدم حقيقي في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر